موسيقى الحصد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعناويل الرئيس التونسي يكلف برسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية ويؤكد أن الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد إيران وتؤكد أن أسلحتها تهدد الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة في البحر المتوسط الإمارات والنمسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية للارتقاء بالعلاقات الثنائية أهلا بكم أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإجراءات والتدابير الاستثنائية جاءت لضمان استمرارية الدولة جاء ذلك خلال أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية أمام قيس سعيد لتسيير أعمال وزارة الداخلية وشدد سعيد على أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل تأكيد جديد من الرئيس التونسي قيس سعيد على التزامه بالدستور تأكيد جاء خلال أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية لتسيير أعمال وزارة الداخلية بعد صدور أمر رئاسي بتكليفه رسميا الرئيس التونسي شدد على أن القرارات الأخيرة والإجراءات والتدابير الاستثنائية جاءت لضمان استمرارية الدولة وهناك من يحرك الخيوط من وراء السطار من اللوبيات ومن الفاسدين الدولة التونسية مؤسسات ومراث قومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون في إطار الدستور اقتلت الأحوال في هذا الظرف التاريخي أن أتخذ هذه التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات وضمانا لاستمرارية الدولة وأكد قيس سعيد أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل مشددا في الوقت نفسه على أن الحقوق والحريات مكفولة بالقوانين التونسية لأتمان الجميع على الحقوق والحريات وليعلموا أنني حريص عليها أكثر بكثير من حرصهم أنت اليوم المطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق تصريحات قيس سعيد تزامنت مع اتخاف تونس خطوات عملية في إطار مكافحة الفساد ففي أحدث خطوة قررت محكمة تونسية فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب التحقيق يأتي بعد شكاوى من وجود تجاوزات مالية وإدارية في الهيئة كما يشمل التحقيق عددا من نواب البرلمان الذي تم تعليق عمله ينضم إلينا من تونس مراد علالة الكاتب والمحلل السياسي سيد مراد لماذا بدأ الرئيس التونسي بتعيين وزير للداخلية؟ أعتقد أن رئيس الجمهورية يدشن الآن عمليا مشروعه بتقبيد الطريق قانونيا وإجرائيا حتى يتسنى له تنفيذ ما تعهد به الاشتاب التونسي اليوم بالتزامن مع تكليف شخصية حول إجماع لمنصب منصق ومسير للوزارة الداخلية نزل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يعني الجريدة الرسمية قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وبالتالي لم يعد تمت حواجز قانونية أو إجرائية لبدء تنفيذ ما أعلنه رئيس الجمهورية باختيار شخصية حولها إجماع وهي محل ثقاه لدى رئيس الجمهورية وهي من الكفاءات الأمنية في تونس بشهادة الكثيرين من المتابعين للشأن التونسي ربما يطمئن رئيس الجمهورية إلى هذا القسم من السلطة وانطلقت بالتزامن مع ذلك أيضا خطوات قضائية لملاحقة كثير من الشخصيات وتم فتح كثير من الملافات في علاقة بالفساد خلال الفترة الماضية التي هيمنت فيها حركة النهضة على الحكومة في تونس يعني هي خطوة إجرائية استبقت ربما حتى إعلان أو اختيار شخصية رئيس الحكومة لكنها مهمة واقتضتها الضرورة الأمنية في البلاد هناك ربما مخاطر محلقة بالبلاد درءا لكل شيء وقع ربما تسوية المسألة واختيار الشخصية المناسبة حتى يتم ضمان المسألة الأمنية وهي على درجة مهمة كبيرة من الأهمية بالنسبة للتونسيين نعم ولكن لماذا تم اختيار هذه الشخصية من داخل مؤسسة الرئاسة أو من أمن رئاسة الجمهورية هو من المؤسسة الأمنية وليس من المؤسسة العسكرية وهذه مسألة مهمة ثانيا هو ربما من أقدم الكفاءات هو التحق بالسرق منذ سنوات القويلة ولكنه عملية السنوات طويلة في مؤسسة الرئاسة الجمهورية وهي بالنسبة للأمن الرئاسي هي مفخرة للبلاد التونسية حتى خلال الثورة في 2011 كانت الصمعة لهذه المؤسسة حول أيضا إجماع في الشارع التونسي كفاءات هي كبرى في هذه المؤسسة والشخصية كانت تحظى ربما بالتقدير الاحترام داخل الأمن الرئاسي وداخل وزارة الداخلية بشكل عام واليوم حتى عندما نتابع بعض رد أفعال في الطيف المدني والسياسي هناك ارتياح وليس ثمة اعتراضات على الشخصية هناك اعتراف بهنذ الرجل كفاءة طلق كما قلنا أولا هو تسلق المسؤوليات الكلها تقريبا في السلك وطلق تكوينا متخصصا في مجالات جد هامة متعلقة بالإرهاب وباللوجستيك وبالمساء الأمنية الدقيقة وبالتالي هو ربما رجل سيشرف على مهمات جد مطلوبة وجد ضرورية في هذه المحلة في تونس كيف تنظر إلى الخطوات التي تمت حتى الآن في هذه المرحلة التي توصف بأنها مرحلة انتقالية إلى أي مدى هناك سرعة أو بطء في هذه الإجراءات يمكن أن نقول أنه سمت حذر والحذر مشروع باعتبار أن ما أقدم على رئيس الجمهورية هو في نهاية المطاف وصفه البعض بأنه انقلاب على دستور ووصفه البعض الآخر بأنه تطبيق للدستور هو في النهاية قراءة من قبل رئيس الجمهورية وهو أستاذ القانون الدستوري للدستور الدستور هو نص فضفاء في العالم ويخضع لموازين القوى موازين القوى يوم الأحد كانت لصالح رئيس الجمهورية كانت هناك حالة تحتقان في الشارع هناك كثير من الأنصار الرئيس كانت تتظاهر وتطالب بمحاسبة الأخوان المسلمين في تونس هناك أزمة صحية أزمة اقتصادية أزمة سياسية كان لابد للرئيس أن يتحرك هو اختار ربما رفع سقف ربما القرارات نعلم جيدا حجم الخلاف القائم بينه وبين رئيس الحكومة إذن باشر بإيقالة رئيس الحكومة دون أن يقيل الحكومة تكاملة اجتنابا ربما للتعقيدات الدستورية وأيضا لضمان استمرار سير الدولة أهم خطوة أيضا كانت تجميد البرلمان البرلمان الذي أصبح عبا على التجربة الديموقراطية في تونس وأصبح ربما مطلبا شعبيا تجميده كي لا نقول حل أيضا مسألة رفع الحصانة على الكثير من النواب الذين لهم ملفات جد خطيرة مع القضاء بدء التحقيقات مع مجموعة من الشخصيات إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك دلائل سريعة أعتقد أن المؤسسة القضائية التي بدأت حقيقة منذ فترة ربما في التحرك وتحريك المياه الراكدة أعتقد أنها اليوم خصا عندما أصبحت النيابة العومية تحت إشراف رئيس الجمهورية أعتقد أن الأمور ربما ستسير بأكثر سرعة وسيتم ربما البت والنظر في كثير من الملفات العالقة وتحريك كثير من القضايا التي كانت ربما راكدة في أدراج المحاكم وخاصة تلك المتعلقة بملفات الفساد والملفات الإرهابية والذي سيشجع ذلك والذي سربما يساعد المواصلة القضائية على التعافي وعلى إنجاز هذه المهام الضرورية لتونس هو ربما المناخ العام هناك ربما مطالبة شعبية بذلك هناك أيضا مجتمع مدني وسياسي يطالب بذلك وهناك إعلام أيضا حريص على هذه المنسلة وبالتالي هذه أركان الديمقراطية وأعتقد إذا كان صارت الأمور كما يجب في إطار مدني وسلمي أعتقد أننا مقدمون على أشياء مهمة في تونس ستكون لصالح الشعب التونسي ستكون أيضا مهمة لأنها ستضع حدا للتغول لهذه الجماعات الإسلامية المطرفة التي وصلت للحكم واستغلته لخدمة مصالحها ومقاربها أكثر من خدمة الشعب التونسي إلى جانب الطورية وربما حشر تونس في ألعاب وفي محاور إقليمية ودولية لم نكن يوم في يوم من أيام ربما نقوم بذلك وبالتالي القادم بجميع المقيس سيكون أفضل بالنسبة إلى الشعب التونسي وبالنسبة لمؤسسات الدولة خصوصا إذا تمت الأمور كما قال رئيس الجمهورية وكما تعهد بذلك في إطار احترام الدستور في إطار احترام الحقوق والحريات وضمان طبيعة الحال المحاكمة العادلة للجميع شكرا سيد مراد على الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من تونس نبقى في تونس إذ استقبل رئيس قيس سعيد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي وفي تصريحات أعقبت اللقاء قال اللافي إن الاجتماع تناول عددا من المواضيع المهمة الإقليمية والدولية مؤكدا أن ما يهم ليبيا هو استقرار تونس وذكر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس قيس سعيد أخبره بأن الأمور تسير بشكل دستوري سليم تونس ليبيا طبعا تونس جار لليبيا ما يهمنا هو الطلاع على الأمور في تونس وأيضا استقرار دولة تونس بما يتطلبه الشعب التونسي في هذه المرحلة أخبرنا الرئيس بأن الأمور تسير بشكل دستوري سليم وأيضا طمنا بأنه حريص على انتهاء المرحلة الانتقالية أفادت صحيفة وولستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تتجه لفرض عقوبات ضد قدرات إيران المتطورة لشن ضربات دقيقة باستخدام طائرات بدون طيار وسواريخ موجهة وتأتي هذه الجهود في ظل تزايد المخاوف من أن قدرات إيران في هذا الصدد تمثل خطرا مباشرا على استقرار الشرق الأوسط أكثر من برامج التخصيب النووي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على بعض برامج الصواريخ الإيرانية في السنوات الماضية من جانبي حضر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين من أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية وخلال زيارة للكويت أضاف بلينكين أن واشنطن على استعداد تام لمواصلة المحادثات مع الاحتفاء بمرور ستين عاما على نشأة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الكويتية وذكر مرور ثلاثين عام على تحرير الكويت تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الكويت حيث استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية للبلاد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وآلية التصدي لأزمة كورونا وتداعيتها نؤكد استمرار دعم أمريكا لاستقرار المنطقة والتصدي للإرهاب في هذا الوقت الحرج ونحن ملتزمون بدعم أصدقائنا ونتطلع إلى تقوية الشراكة مع الكويت تحدثنا عن فرص التعاون في مواجهة كورونا سويا من خلال كوفاكس لتوفير اللقاحات كما تحدثنا عن دعم الأمن القومي واستقرار الأمن في الشرق الأوسط وناقشنا سويا الأوضاع في اليمن والعراق وأفغانستان وسبل تعزيز التعاون العسكري والعمل مع الكويت وتعاون مع مجلس التعاون الخليجي وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية البلدين أكد بلينكين دعم بلاده للتعاون العسكري مع الكويت من أجل دعم استقرار المنطقة كما تطرق الجانبان لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن والعراق وأفغانستان ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب دكتور حسن هاشريانا الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إلى أي مدى هناك تغير في لغة الولايات المتحدة تجاه إيران؟ نعم تحية لكم ومشاهدين برنامج طبعا لا أعتقد أن هناك تغير ملحوظ في السياسة التابعة للولايات المتحدة التغيير الموجود هو يأتي من إيران وأذا إيران تريد تتخذ سياسة متشددة في شغون النووية وأيضا في شغون المنطقة هذه رسالة من وزير الخارجية الأمريكية وأيضا من الولايات المتحدة بأن هذه الدولة لديها حلول ولديها خيارات كثيرة تعملها ضد النظام الإيراني المتشدد وبسياساته الجديدة في ظل رياسة إبراهيم رئيسي لذلك الولايات المتحدة لديها خيار في فرض عقوبات على المسيرات والصواريخ وأيضا لديها خيار حول فرض عقوبات على الغطاع النفطي خاصة تهري بالنفط للصين الذي الآن يصل إلى مليون برميل يوميا لذلك النظام الإيراني يريد اتخاذ سياسة متشددة أولا في موضوع نووي وثانيا في تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة طبعا الولايات المتحدة لديها خيارات كثيرة والآن الكرة هي في ملعب الإيران ولكن كيف اختلفت سياسة جو بايدن عن الرئيس السابق ترامب؟ طبعا بايدن عندما جاء كان له أمل كبير بأن يرجع ويعيد إلى الاتفاقية النووية بعد أن إيران تلتزم بالتزاماتها تجاه هذه الاتفاقية ولكن كما يبدو هناك إحباط كبير في الولايات المتحدة تجاه السياسات الإيرانية السياسات الإيرانية لم تلتزم بالتزاماتها حول الاتفاقية النووية أيضا لديها نشاطات مزعزة على الاستقرار في المنطقة وأخيرا حديث خامني انتقد حكومة حسن روحاني وأيضا إبراهيم رئيسي الذي يأتي ويقول قبل كل شيء الولايات المتحدة عليها رفع العقوبات هذا مرفوض تماما من قبل الولايات المتحدة لذلك الولايات المتحدة في هذه المواقف الإيرانية الجديدة تشعر بالإحباط للرجوع على الاتفاقية النووية والآن تبحث إلى خيارات وحلول إذا إيران تمردت على الاتفاقية النووية وتمردت على الرجوع بشكل سلمي ومطابق تماما لمطالب المجتمع الدولي للاتفاقية النووية إذن ما الذي حققته كل الجوالات السابقة من المفاوضات في فيينا الجوالات حققت الخطوط العريضة التي طرحتها الولايات المتحدة وأيضا النغاط التي لا يمكن تجاوزها ولذلك هناك رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني وعليها أن تعمل في إطر هذه الخطوط وتعمل ضفقا إلى النغاط المطروحة الولايات المتحدة لا يمكن لها أن ترفع العقوبات عن الحرص التوري ولا يمكن لها ترفع العقوبات عن بيت علي خامنين ومجموعات المرتبطة بالإرهاب وموضوع الإرهاب الذي طرح في الكونجرس الأمريكي وليس في رياسة ترامب ولذلك هذه مواضيع واضحة وشفافة من قبل الولايات المتحدة طرحت على النظام الإيراني أمريكا مستعدة لرفع العقوبات عن 700 موضوع ولكن المواضيع الباقية هي مواضيع حساسة متعلقة بالإرهاب متعلقة بتدخلات إيران في المنطقة وعلى إيران تأتي بنغاط إيجابية في كل هذه النغاط المتبقية ولذلك لا يمكن أن إيران تنتظر الولايات المتحدة ترفع هذه العقوبات بهذا الشيء في حين أن هناك بعض التقرير تتحدث على أن إبراهيم رئيسي قد يكون أصعب في التفاوض من الإدارة السابقة لإيران بالتأكيد ليس هو أصعب بل هو غلة في الخبرة وأعتقد لا يعرف كيف يتعامل مع الوضع الأمريكي ولا يعرف الولايات المتحدة أطلاقا وأيضا لديه ملفات كثيرة خاصة في موضوع حقوق الإنسان والإعدامات وقتل السجناء وما شابه ذلك تزيد الطين بل في موضوع الحكومة الجديدة لذلك الحكومة الجديدة ليس لديها خيارات كثيرة أمام الولايات المتحدة وهي تريد فقط التكل على الصين وعلى روسيا طبعا الصين والروسيا تعمل وفقا إلى مصالحها ولكن لا تقف إلى آخر حد مع النظام الإيران شكرا دكتور حسن هشميان الكاتب المحلي السياسي كنت معنا من واشنطن أضع وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزك بورل من أن تركيا ستمارس نفودها على طريق الهجرة من ليبيا بسبب حضورها القوي في هذا البلد وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع في نوفمبر 2019 اتفاق تعاون عسكري واتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني مزيد من التوتر المتوقع بين أنقرة وجيرانها الأوروبيين بسبب النفوذ التركي في ليبيا بحسب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بورل فقد حذر بورل في تصريحات لصحيفة الباييس الإسبانية من أن سيطرة تركيا على ممر الهجرة من ليبيا إلى أوروبا سيسمح لها بمزيد من السيطرة في مناطق شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بسبب ما قد تمتلكه من قواعد بحرية مقابل السواحل الإيطالية وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل حاد منذ العام 2016 خصوصا بعد سلسلة عمليات التنقيب عن الغاز التي نفذتها أنقراف المياه اليونانية والقبرصية شرق البحر المتوسط وبسبب وجود قوات تركية على أراضي ليبيا ودفعها بمسلحين أجانب إلى ليبيا في مخالفة صريحة للقرارات الدولية وفي سياق ذي صلة كان ملف اللاجئين أحد أبرز نقاط الخلاف بين الدول الأوروبية وتركيا التي سعت إلى استغلال المخاوف الأوروبية من طفان اللاجئين السوريين من السواحل التركية سنة 2016 لتنتزع خلال مفاوضاتها مع بروكسل مكاسب تتعلق برفع سقف مبلغ الدعم الذي سيقدمه الأوروبيون للأتراك إلى ستة مليارات يورو فيما وصفه مراقبون بالابتزاز الصريح ينضم إلينا من بروكسل رمضان أبو جزار سبير مركز بروكسل الدولي للدراسات سيد رمضان إلى أي مدى ستبقى ورقة الهجرة بيد تركيا ورقة ضاغطة على الاتحاد الأوروبي مساء الخير لك وللمشاهدين بالفعل هي ورقة ابتزاز استخدمها السيد أردوغان بنجاح في البدايات عام 2016 ولكنه حاول في يناير 2021 استعمالها مرة أخرى عندما قام بفتح الحدود إلى 160 ألف مهاجر دفعة واحدة ولكن أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر استعدادة الآن لمواجهة موجات المهاجرين أو لمواجهة ابتزاز أردوغان من ناحية بحر إيجا أو من ناحية الحدود التركية الأوروبية أصبح يصعب على أردوغان ابتزاز أوروبا بعد سنوات من الاستعدادات وبعد سنوات من المفاوضات التي في البداية كما ذكرت تقريركم الخشية اليوم هي من استخدام تركيا نفس السلاح سلاح المهاجرين وابتزاز أوروبا من شواطئ غير تركية من شواطئ ليبيا شواطئ ليبيا وهي شواطئ واسعة مقابل الشواطئ الإيطالية والأوروبية جنوب المتوسط هو يخطع لأكبر عمق إقليئ بحري هو أمام الشواطئ ليبيا وهنا جاء في سياق المقابلة التي أجراها السيد جوزيف بوريل ويبدو أننا كما نقرأ ما بين السطور أن جوزيف بوريل أراد أن يفتح هذا الملف لمواجهة تركيا ملف صدامي مباشر مع تركيا لاتحاد الأوروبي وكأننا أمام مشهد يقول أن دول أوروبا تريد أن تذهب عسكريا في ليبيا للتخلص من النفوذ التركي حماية للشواطئ الليبية وليس فقط حماية للشواطئ الأوروبية وليس فقط كما صرحت أو التسريبات التي قالت قبل أسابيع بأن هناك قوة أوروبية سوف تتواجد في ليبيا لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات ومبدئيا للتخلص من الميليشيات وخاصة الميليشيات التي يزج بها نظام أردوغان في ليبيا أعتقد أننا أمام مواجهة عنوانها حماية الحدود الأوروبية من موجات لاجئين ممكن أن تقوم تركيا بتسهيل مرورها لابتزاز أوروبا ولكن الأساس يبدو أن أوروبا مصممة للعب دور فعلي ونافذ في ليبيا ويبدو أن أوروبا بالاتفاق مع الولايات المتحدة ودول الإقليم تريد أن لا تقلص الوجود التركي في ليبيا هي تريد أن تنهي موجود الميليشيات وبالتالي ينتهي وجود ليبيا والاتفاقات التي وقعها أردوغان عام 2019 مع حكومة سراج التي لم يعد لها وجود ولم تعترف بها الحكومة الليبية الحالية وأعتقد أن خطاب سيد بوريل وزير خارجية التحاد الأوروبي لم يكن عبثا ولم يكن طرفا هي توجه أوروبي وكأن أوروبا ندمت على الدور السلبي الذي لعبته منذ سنوات تريد أن تلعب دورا فاعلا ولديها علاقات ثقة بالجارة لليبيا بجموليات مصر العربية وهناك علاقات شراكة استراتيجية بين مصر واليونان وقبرص تحد من قوة الاتفاقات سيد رمضاني يبدو أن تركيا وجدت طريقا إلى البيت الأبيض من خلال أفغانستان هذه الرشوة لن ممكن أن تستفيد منها في نقاط أخرى بعيدا عن هذا الملف ملف المتوسط الولايات المتحدة الأمريكية حريصة جدا بقيادة بايدن على استعادة الشريك الأوروبي لثقته في الولايات المتحدة الأمريكية ولن تغامر بخسارة الكل الأوروبي من أجل إرضاء أردوغان الذي قدم كثيرا من التنازلات الشفوية للأوروبيين ولم ينفذ منها شيئا ولكنه قدم خدمات مجانية للرئيس بايدن في أفغانستان طمعا في الرضا الأمريكي هو أقصى ما يمكن أن يتحصل عليه من الرئيس بايدن هو أن يطيل في عمر وجوده في السلطة إلى حين الانتخابات القادمة أو أن يتفادى غضب الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لن يكون على حساب العلاقات الأمريكية الأوروبية وأوروبا ترفض تماما كل الانتهاكات التي قام بها أردوغان سواء في الشرق المتوسط تنقيب على الغاز ملف السوري أذربيجان ملف الليبي اللاجئين كل هذه الملفات الخلافية لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في حكومة إدارة بايدن سندا للرئيس أردوغان في مواجهة الشريك الاستراتيجي والحليف القديم وهو دول الاتحاد الأوروبي أو أوروبا قاطبة أعتقد أن أردوغان يقوم بمناورات باطنها ابتزاز أوروبا ظاهرها هو خطاب للاستهلاك المحلي وكأنه قوة عظمى أعتقد أن الجميع لا يثق في سياسة أردوغان لا أوروبا لا دول الإقليم لا دول المتوسط لا الولايات المتحدة الأمريكية لذلك يبدو أننا سوف نشهد قريبا قوة أوروبية تعمل على شاكلة إيرينا التي كانت تراقب الأجواء والبحار وهي قوة أوروبية للرصد فقط ولكن نحن أمام جيد شكرا سيد رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للدراسات شكرا لك كنت معنا من بروكسل حصاد اليوم مستمر معكم من قناة البد وتشاهدون بعد الفاصل شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل اللجنة العسكرية الليبيا المشتركة تبحث فتح الطريق الساحلي وإخراج المسلحين أهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بأهم العنوين الرئيس التونسي يكلف برسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية ويؤكد أن الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد إيران وتؤكد أن أسلحتها تهدد الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة في البحر المتوسط الإمارات والنمسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية للارتقاء بالعلاقات الثنائية عقد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ضبي محادثات مع المستشار النمسوي سبستيان كورتس في فين تناولت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وشهد الجانبان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية تتويجا لزيارة ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد إلى النمسا وقعت الإمارات والنمسا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مراسم التوقيع شهدها الشيخ محمد بن زايد والمستشار النمسوي سبستيان كورتس فيما تأتي الاتفاقية تأسيسا على العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وتعزيزها وشدد الشيخ محمد بن زايد على أهمية توقيع الاتفاق قال ولي عهد أبو ضبي إن إعلان ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى علاقات استراتيجية شاملة يعد مرحلة جديدة تفتح آفاق أوسع للتعاون وبناء شراكات في مختلف المجالات وقال الشيخ محمد بن زايد إنه بحث مع مستشار نمسا سبستيان كورتس تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين أما مستشار نمسا فاعتبر أن زيارة ولي عهد أبو ضبي إلى فيينا تعد مهمة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وأثنى كورتس على جهود الإمارات في ملف مقافحة الإرهاب كما أكد على أن بلاده تعمل مع الإمارات بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر الشمال الخليل وكانت مواجهات اندلعت في البلدة بين شبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال خلال تشييع طفل استشهد برصاص الاحتلال عند مدخل البلدة في وقت سابق وهو ما أدى أيضا لإصابة أكثر من عشرة فلسطينيين استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الحواسب والملفات خلال اقتحام مقرية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومركز بيسان للبحوث والإنماء وسط مدينتي رمالة والبيرة وحطم جزءا من المحتويات هدى وأدنت شبكة المنظمات الأهلية ووزارة الثقافة عملية الاقتحام في غضون أقل من شهرين أربعة مؤسسات في مناطق السلطة التي تخضع لسيطرة السلطة الأمنية والإدارية تم اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي هنا مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تم خلع الباب ومن ثم الدخول إلى مقر المؤسسة واقتحامها وبعد ذلك مصادرة عدد من الأجهزة الكمبيوتر أو ذواكر التخيزين داخل هذه الحواسيب بطبيعة الحال نتحدث هنا مع سيد خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال سيد خالد ما الذي حصل لديكم ولماذا تم اقتحام المؤسسة نحن كحركة العالمية للدفاع عن الأطفال هذه السنة نحتفل بثلاثين سنة على تأسيس هذا الحركة رسالة الحركة وعمل الحركة وهم الحركة كله هو الدفاع عن أطفال فلسطين وتوصيل صوت ومعاناة أطفال فلسطين على مستوى العالم للمطالبة بالعدالة ومسالة جيش الاحتلال على الجرام وبحق أطفال فلسطين اليوم الساعة تقريبا الخامسة والاربعين دقيقة وصلني اتصال هاتفي من أحد الجيران بأنه فيه هناك جيش في المكتب مباشرة غدرت البيت وجيت خلال ربع ساعة كنت في المكتب للأسف لم أجد أحد سوى أنه الباب هذا مقصور كما ترى وتم سرقة ست أجهزة كمبيوتر ديسكتوب واثنين لابتوب إضافة لبعض الوثائق الخاصة بأطفال معتقلين سجين إسرائيلي وصولة غرامات وكفالات للأطفال شكرا لك سيد خالد خزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ليس هذه المؤسسة فقط بل أيضا مركز بيسان للبحوث والإنماء تم اقتحامه ولا يبعد فقط أنطار قليلة جدا عن مقر الحكومة الفلسطينية تم اقتحام هذا المقر ومن ثم تحطيم عدد من محتوياته ومصادرة أجهزة حواسي وبعد ذلك فعليا انسحب الجيش من محيط مدينة رامبالله وزارة الثقافة وأيضا شبكة المنظمات الأهلية أدانت واستنكرت هذا الإجراء الذي قام به الجيش الإسرائيلي وأيضا السلطة الفلسطينية بطبيعة الحال أيضا أدانت ما حصل هذه الليلة من خلال الاقتحام المتكرر وأيضا اقتحام المؤسسات بصورة عامة في قطاع غزة حضرت الفصائل الفلسطينية سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل مواصلة إضراب 16 أسيرا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري دون محاكمة وجاءت هذه التحذيرات خلال وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة منذ نحو أسبوع مضى ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يخضون إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى 16 أسيرا احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم دون محاكمة أقدمهم الأسير سالم زيدات الذي واصل إضرابه لليوم الثامن عشر وسط ظروف صحية خطيرة تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام من المؤكد بأن الأسرى المضربين عن الطعام في حالة من الخطر الشديد الذي يهدد حياتهم بفعل الممارسات والسياسات العدوانية الإسرائيلية خاصة وأن معظم الأسرى المضربين عن الطعام معزولين عن العالم الخارجي بشكل كلي على المستوى الشعبي والفصائلي تفاعلت هذه القضية في إطار التحركات والفعاليات الإسنادية للأسرى المضربين عن الطعام فهذه الوقفة التضامنية لفصائل غزة مع الأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر الدولي حملت معها رسائل التحديد والتحشيد لدعم حقوق وحرية الأسرى في سجون الاحتلال الاعتقال الإداري لا يمتلك أي مصوغات قانونية وبالتالي بات مطلوبا من العالم أن يتحرك لوقف هذا الاعتقال الذي يشكل مخالفة للمواثيق والعراف الدولية ويشير بحثون في شؤون الأسرى إلى ضرورة تحرك المستوى الرسمي في السلطة الفلسطينية لنقل منف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية إلى جانب تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على الاحتلال وتحسين العوضاع الإنسانية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية ومطلوب فعلا من النظام السياسي الفلسطيني أن يخرج عن صمته وأن يخرج عن الملفات الأسرى من داخل الأدراج والذهاب بها إلى محاكم الجنايات الدولية ونحن نستطيع أن نكسب هذه القضايا وقضايا رابحة وهناك ملفات حقيقية فيها قتل وفيها استشهاد وفيها عنف وفيها اختراك للقانون الدولي ومع إسرال الاحتلال على ربط تحسين الوضعين الإنساني والاقتصادي في غزة بملف جنودها الأسرى في القطاع تتصاعد مخاوف الأطراف الوسيطة من احتمال تجدد المواجهة الميدانية مرة أخرى تتفاعل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على المستوى الشعبي والفصائلي في إطار الاحتجاجات الواسع على سياسة الاعتقال الإداري كما تشتبق قضية الأسرى أيضا مع قضية إعادة إعمار القطاع في ظل تشدد الموقف الإسرائيلي الذي يقف عثرة أمام إبرام صفقة لتبادل الأسرى حازم البناء الغد غزة فلسطين عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة والمعروفة بخمسة زائد خمسة اجتمع في مدينة سيرت بحضور البعثة الأممية وقال ممثل القيادة العامة للجيش الليبي إنه تم بحث عدة بنود ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وعلى رأسها تحديد موعد لفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سيرت ومسراطة وخروج المسلحين والمقاتلين الأجانب مشيرا إلى استمرار الاجتماعات حتى يوم الجمعة اختتم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي زيارة للجزائر دامت يومين وأكد لمنيفي أن بلاده تنتظر دعما كبيرا من الجزائر لإرساء المصالحة الوطنية بدوره أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلادي التام واللا مشروط لدعم ليبيا زيارة تلو الأخرى وجهود دبلوماسية تعزز العلاقات المتينة بين الجزائر وليبيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي حط رحاله بالجزائر وبين يديهم لفات ثقيلة فبينما تسعى أطراف عديدة لإسقاط ورقة الانتخابات ورجوع أزمة ليبيا إلى مربعها الأول تدفع الجزائر بقوة إلى تنظيمها وفي وقتها المحدد نحن مستعدين لمساعدة في هذا الميدان مستعدين لإيصال صوت شقيقة ليبيا في أي مكان لتريدونه تصريح الرئيس عبد المجيد تبون فتح الباب أمام دور كبير ستقوم به الجزائر التي مدت ذراعيها لتوظيف خبرتها في إرساء المصالحة الوطنية في ليبيا نشاط الدبلوماسي الليبي تجاه الجزائر وتعويل الحكومة والمؤسسات السياسية الليبية على دور الجزائر في المرحلة القادمة لأن هذه المرحلة ستكون مرحلة حاسمة وخلال الأسابيع الأخيرة زار مسؤولون ليبيون كبار الجزائر في مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحامد الدبيب ونائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وتركزت المباحثات خلال الشهرين الماضيين حول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بالإضافة إلى التنسيق الأمني فتأمين ألف كيلومتر من الحدود المشتركة يعتبر أهم تحدي تراهن عليه الجزائر وطرابلس الجزائر وليبيا سيعملان جنبا إلى جنب في إطار التنسيق الأمني والتعاون في المجال الأمني سواء كان في إطار تأمين الحدود في إطار كذلك استكمال مصار فتح المعابر الحدودية لتسهيل الحركة التجارية واستعادة الحيوية لهذه المعابر الحدودية زيارة المنيفي سبقتها زيارة هوت جوي مساعد القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي والذي أكد تطابق وجهات النظر بين الجزائر والولايات المتحدة حول إنهاء الأزمة الليبية برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة ووقف تدفق السلاح وتنظيم الانتخابات في موعدها العلاقة المتينة بين الجزائر وليبيا تتجلى في حجم الجهود الحثيثة والمستمرة بين قيادات البلدين للتنسيق الأمني والسياسي والديبلوماسي خاصة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المزمعي إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل كحل وحيد ونهائي للأزمة في ليبيا كريم قندولي قناة الغد الجزائر أعلن المرصد السوري مقتلى ستة عشر شخصا في اشتباكات اندلعت في محافظة درعا في جنوب سوريا وأضاف المرصد أن الاشتباكات وقعت بين الجيش السوري ومسلح المعارضة مشيرا إلى أن من بين القتلى ثلاثة مدنيين وثمانية عناصر من الجيش مقابل خمسة من المسلحين وقال المرصد أن التصعيد بدأ مع قصف قوات الجيش درعا البلد مع قل فصائل المعارضة سابقا بالصواريخ وقضائف الهوى تمهيدا لاقتحامها برية عصادوا اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل خلال زيارة لمدينة الشوبك الملكة رانيا تشجع الأردنيين على تلقي لقاح كورونا أهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بأهم العنوين الرئيس التونسي كاردفو غيرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية ويؤكد أن الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد إيران وتؤكد أن أسلحتها تهدد الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة في البحر المتوسط الإمارات والنمسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية للارتقاء بالعلاقات الثنائية تشهد المملكة الأردنية ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا ورغم تلقي أكثر من مليوني مواطن اللقاح إلا أن الإحجام عن التطعيم يتزايد الملكة رانيا قامت بزيارة لمدينة الشوبك لتوعية المواطنين بضرورة تلقي اللقاح في ظل الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة الأردنية وإحجام المواطنين عن تلقي اللقاحات اجتمعت الملكة رانيا بعدد من ممثلي المجتمعات المحلية وشجعتهم على تلقي اللقاحات في مدينة الشوبك الجنوبية وجاءت زيارة الملكة للشوبك في أعقاب تطبيق خطة المنح المجتمعية للمدعومة من الدوان الملكي الأردني في محافظة معان نشجعكم عشان المطعوم كمان يعني بتعرفوا إحنا سيدنا وأنا والأولاد وكلنا طعامنا من أولها لأنه هذا الاشي الوحيد اللي بنعرف أنه ممكن يحمينا وقالت وزارة الصحة الأردنية إن أكثر من مليوني شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ويرى البعض أنه بالمقارنة مع تعداد السكان في الأردن الذي يتجاوز سكانه العشرة ملايين أن الرقم غير مشجع وتعود أسباب الإحجام عن تناول اللقاح من خوف المواطنين بسبب قصص وهمية أنه هلأ عم بطلع يعني نوع جديد من الكورونا اللي عم بنتشر بسرعة جدا بس بنفس الوقت عم نشوف بالإعلام كيف ناس بتشكك وبتطلع يعني قصص مش مصبوطة بتخوف الناس من المطعوم وللأسف هذا يعني ممكن يضر بلدنا إحنا بدنا نرجع زي ما كنا قبل وبدنا اقتصادنا يمشي وبدنا نشوف بعض وبدنا نزور بعض فالحل الوحيد اللي موجود عندنا اللي بنعرف عنه هو التطعيم وسجل الأردن ألفا وخمسا وخمسين إصابة جديدة وإحدا وعشرين وفاة الأربعاء بعد أن شهدت المملكة قفزة في الأعداد بالمقارنة بالشهر الماضي ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الأردن سبعمائة وثمانين وستين ألفا وثلاثمائة واثنتين وثمانين إصابة وعشرة آلاف وفاة منذ بدء ظهور الجائحة استمرت الحرائق في لبنان وامتدت إلى منطقة القبيات في شمال البلاد ونقلت وكالة الوطنية للإعلام أن الحريق الذي اندلع أمس في غابات منطقة عكار لا يزال مشتعلا وحضرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية من أن الأحوال الجوية لا تزال مناسبة لحدوث الحرائق رماد كل شيء تحول إلى فحم ورماد في هذه المنطقة كارثة بيئية هي الأكبر هذا العام ألاف أشجار السنوبر وعشرات الكيلومترات تحولت بساعات قليلة من أحراج خضراء إلى مساحات غزاها الرماد فباتت بلا حيات أسئلة كثيرة تتنقلها ألسن السكان كيف لحريق أن ينطلق من عدة نقاط وعلى مساحة واسعة وكيف لحريق أن يبدأ بحرارة أقل من الأيام السابقة هل ثمت أياد تعمدت افتعال هذا الحريق لأهداف غير معروفة لأسباب حتى هذه الساعة قد يكون الحريق حادثا أو بسبب الحرارة المرتفعة أو مفتعلا لا أجوبة واضحة قبل أطفاء كل الحرائق التي أدت إلى عزل منازل وإخلاء أخرى ومقتل طفل وإسعاف أكثر من عشرين شخصا بعد اختناقهم بالدخان المتصاعد هذا الدخان لم تر مثله كرة وبلدات القبيات أعاق حركة الأطفاء ليلا وقد تمأ الاستعانة بطوافات الجيش اللبناني واللافت أيضا هبت الأهالي الذين سارعوا للمساعدة في الأطفاء بأبسط الإمكانات وكل ما توافر لديهم من أدوات بسيطة ليلا خليل الغد الأقبيات شمال لبنان أصفرت حرائق والغابات في أنحاء متفرقة من تركيا عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين فضلا عن إجلاء العشرات كما التهمت مساحات واسعة من الغابات قتلى وجرح في حرائق كبيرة طالت مساحات شاسعة من غابات منطقة منافغات السياحية في أنطاليا جنوب تركيا ثم امتدت لمناطق أخرى في الولاية بينما تعمل السلطات على مواجهة الكارثة الحرائق طالت مساحات شاسعة من الغابات ونحن نجري التحقيقات اللازمة بخصوصها وسنقدم كل أشكال الدعم لمواطنين المتضررين منها وندعو الله أن يحمي بلادنا من حرائق الغابات والسيول والفيضانات ومن كل الآفات وتنتشر حرائق الغابات في ولايات تركية أخرى فيما تعد أنطاليا ومرمريس وإزمير وأضنى وبدروم من أكثر المناطق التي تشهد تلك الحرائق المفارقة تكمن في أنه وبالتزامن مع حرائق الغابات في جنوب غربي تركيا فإن فيضانات وسيول تشهدها مناطق عدة في شمال شرقي البلد فولايات ريزا وطرابزون وأرتفين تشهد فيضانات وسيولا أدت لمقتل عدد من الأشخاص وفقدان آخرين ولخسائر مادية كبيرة وهي الفيضانات التي عزاها كثيرون للتغير المناخي في العالم تركيا تتخوف من التغير المناخي لأن هناك كثير من المشاكل التي ستترتب عليها أولا السيول والحرائق ليست القضية قضية منطقة أو حتى قارة بوحدها الاحتباس الحراري والتغير المناخي لا يستدعي إلا أن يكون هناك اجتماعا طارئا لتغيير على الأقل بعض القوانين المتعلقة في حماية البيئة مختصون رأوا أن احتمالات حدوث الفيضانات الكبيرة تزداد عاما بعد عام وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام الجهة الرسمية على مصبحات الغد اسطنبول تأهل السربي نوفاكي جوكوفيتش إلى الدور قبل النهائي لمنافسات تينس الرجال في أولمبياد توكيو 2020 وذلك بعد فوزه على الياباني كيتي كوري وبات جوكوفيتش المصنف الأول على العالم على بعد خطوتين فقط من الفوز بالميدالية الدهبية الأولمبية للمرة الأولى في مسيرته كما فاز الألماني أليكزاندر زيغريف المصنف الرابع على نظير الفرنسي جيرمي شيردي ليواجه السربي جوكوفيتش في نصف النهائي وفاز زيغريف على السربي مرتين في ثماني مواجهات بينهما شهدت الصالة المغطى باستاذ القاهرة الدولي افتتاح البطولة الإفريقية للسومو في نسختها الخامسة عشر البطولة التي تنظم لأول مرة في مصر ينظمها للتحاد المصري لكيك بوكسنج بمشاركة أعضاء الاتحاد الدولي للسومو من اثنين وعشرين دولة جاء هؤلاء اللعبون إلى القاهرة للمشاركة في البطولة الإفريقية للسومو وهي التي توقض لأول مرة في مصر من أكبر البطولات التي تتعاملت في أفريقيا ودي أول حدث يتنظم هنا وهي الحدث الخمستاشر بإذن الله بالمشاركة الكبيرة من دول أفريقيا بالدعم من الاتحاد الدولي بالتواجد ده خلانا بكلنا عندنا أمل أن الرياضة دي إن شاء الله يكون لها شأن كبير جوه مصر يخطئ البعض حين يظن أن رياضة السومو يقتصر وجودها في روسيا فيتنتشر في دول كثيرة حول العالم لا سيما في إفريقيا أسعدني كثيرا تنظيم هذه البطولة في القاهرة مفسوطة بحضوري هنا في مصر طرحي بجيد تنظيم لقاعة كل شي زوين سوفي وباش الحمد لله كسبت المرتبة الأولى كانت تنظيم جيد وكل شي زوين وعلى مدار ثلاثة أيام تستمر منافسات البطولة في نسختها الخامسة عشر والتي ينظمها الاتحاد المصري للكيك بوكسنج بعد ضم لعبة السومو إليه مؤخرا رياضة السومو والتي طورها الجيش الروسي عام 1920 وباستخدمها في الدفاع النفس والاشتباك ومن أشهر ممارسة رياضة السومو الرئيس الروسي بوتين رياضة السومو هي لعبة قتالية نشأت في روسيا وتضم مزيجا من التقنيات وفنون القتال المختلفة ومع ازدياد الإقبال عليها تمت الموافقة على انضمامها ضمن قائمة الألعاب الأولمبية ألفين وثمانية وعشرين أكثر من مائة لاعب يتنفسون هنا للحصول على مراكز الأولى في البطولة الإفريقية للسومو في نسختها الخامسة عشر تلك البطولة التي تنظمها مصر للمرة الأولى في تاريخها مينا حبيب قناة الغد القاهرة ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العناوين الرئيس التونسي يكلف غيرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية ويؤكد أن الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد إيران وتؤكد أن أسلحتها تهدد الشرق الأوسط الاتحاد الأورقي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة في البحر المتوسط الإمارات والنمسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية للارتقاء بالعلاقات الثنائية انتهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء